طيب أول نتكلم على قائمة منتخم مصر وباكنا نروح للكلاسي ونختم إن شاء الله قائمة منتخم مصر بالنسبة لك يا وليد بشكل عام النهاردة قائمة مرضية بلا مفاجئات ولا شفت فيها مفاجئات هي منطقية ومتوقعة يعني بالقراءة في عقل كيروش طبعا مستحيل إن احنا كلنا نجم على قائمة 23 أو 25 أو واتفر وكلنا نستقر على نفس الأسماء لكن لو بتقرأ عقل كيروش قبل ما نحنش على عقل كيروش تقول تجمنا حلوة في الأول ولعايزك تأكدها عشانت راجل مطلع تماما على الكرة العالمية ما بيحصل في قائمة فرنسا وألمانيا وأسبانيا والأي قائمة بتعلن لمنتخب يبقى عليها تحفظات والناس كيتعايزها مين يخش ومين يخرج مستحيل يبقى فيه إجماع على قائمة يعني احنا ممكن مثلا لو عشرة بيفهموا في الكرة ممكن وده احتمال ضعيف جد يجمعوا على تشكيل 11 لكن تجمع على قائمة 23 شبه مستحيل الراجل المنطق فرض نفسه لأنه اختار تقريبا في كل مركز اتنين لعيبة وده منطق تلات حراس وفي كل الباكي مين اتنين لعيبة قلب الدفاع ولحد ما توصل لرأس الحرب المراكز أو الأسماء اللي كان عليها جدل برضو المنطق فرض نفسه يعني انت كنت بتتكلم مثلا في أسماء زي أحمد عبدالقادر وأحمد رفعت وأنا شايف ان هم طبعا اسمين هايلين جدا وعلى فكرة بإذن الله بعد صعودنا لكاس العالم هيكون في أسماء جديدة هتدخل في تحضيراتنا ويعني الناس ما تقلقش والناس ما تتعصبش وتزعل كل اللي انتو بتحبوهم لو استمروا حفظوا على مستوى ما هيكون لهم مكان فوقت لو بمثلا يبقى اليوم ان شاء الله بإذن الله بإذن الله يا رب لما القائمة هتوعنا يبقى عليها خلافات برضو أكيد ده أكيد يعني مثلا هتلاقي محمد شيء في القائمة وأفشة بره فيقولك ليه أفشة بره يعني ده العادي يعني أنا متفاهم ده جدا طبعا فاحنا عندنا كم مركز كان جادة لي زي ما قلت لك أسماء زي أحمد عبدالقادر وأحمد رفعت هايلين جدا بس سهل يدخلوا على حساب تريزي جي في الفورمال اللي هو فيها ومرموش لسه النهاردة انت بتتكلم عن مرموش في الإنترو آه طبعا رجل واللي شاف مرموش في كاسة الأمم الأفريقية زي مصطفى محمد كده الناس ظلمته شوية في التقييم لأنه كان عنده أدواره كان بيأديها بشكل رأى الحي مركز الباك اليمين الرجل كان مستقر على محمد هاني اتصاب هيعمل ايه فما فيش قدامه حد في المركز ده أكيد مش يقول حمزة المسلوسي يعني الرجل يعني حتى لو مصري مش هياخده طبعا ما فيش قدامه جر عمر جابر اللي يقدر يأدي في المكان في قلب الدفاع برضو لو بتقارم بين علي جبر واحمد سامي وياسر إبراهيم وياسر إبراهيم واحمد حكم والأسماء اللي كانت متقلقة إلى حد ما ممكن على صعيد المنافسات وعلى صعيد التقلق في الفترة الأخيرة ياسر لعب كاسة عامل أندية هو كيروش لما بيئيس بيئيس على قوة المنافسة يعني شاف ياسر إبراهيم أدى بالشكل ده في كاسة عامل للأندية قدام أندية في كلاس عالي فبالتالي لما يجي لعب السنغال لعيبة من كلاس قريب من كده فهيقدر يقدي ويقدر يعتمد عليه وكل الأسماء بالمناسبة الجديدة أنا بس اللي أنا مبسوط له قوي في القايمة ودونجة لأن أنا الحقيقة شايفه وكلمت ما أنا معاك في دونجة قبل كده واحد من أهم العيبة الدور المصري في المسلمين الأخيرين وواحد من أهم أسباب تفوق بيرامد محليا وأفريقيا هو وجود هذا اللعب لأنه بيحل اشتباكات وبيعمل أدوار كتير جدا في الملعب وإذا كان طارق حامد الاسم اللي كان عليه خلاف مع كيروش من بعض الناس مش مقنع في بعض النقاط فأنا شايف أن دونجة هو البديل الأفضل لطارق حامد اللي مستبعد وجوده مهم جدا وبشكل عامل أو جد تقايم الاسم يمكن اللي كان ممكن يكون عليه بالنسبالي علامة استفهام هو محمد شريف بس محمد شريف عنده مشكلة أن طريقة لابه مش متناسبة مع أفكار كيروش هو طبعا هداف لكنه كيروش ما بيستخدمش المهاجم كالة تسجيل فقط هو محتاج من المهاجم ينزل ويدغط واللي برضو شايف مصطفى محمد في البطولة أنا حضرت مباراة من الملعب هناك كانت مباراة الكاميرون أنا تقريبا من التسعين دقيقة احنا لعبنا هو تضافي من المئة وعشرين دقيقة منهم مئة دقيقة تقريبا مصطفى محمد في الدايرة كنت أتمنى أن محمد شريف يقعد مع موسيماني ويطلب منه أن يقوم بهذه الأدوار يعني إيه المانع أن أنت يكون عندك ديفو في حتة معاناة وتطوره حتى لو ما رحتش قائمة المنتخب فأنت بتشتغل على نفسك لحد النهاردة كريستانو رونالدو عنده 37 داخل على 38 وبيطور من نفسه أما الصلاح 30 سنة والنهاردة كل يوم بيقدم جديد فدا مش أيضا موسيقى